اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات وزراعة على مواصلة تطوير مسارات العمل في مراكز الخدمة البلدية من أجل تعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين وأوضح الوزير أن الهدف الدائم الذي تسعى الوزارة لتحقيقه هو تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة لافتاً إلى تبني الوزارة للمبادرات التي تضمن تطوير وتحسين الخدمة باستمرار جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سعادة الوزير للإطمئنان على سير العمل في مركز خدمة العملاء في مدينة حمد وكذلك مركز خدمة العملاء في البداية ونوه الوزير بأن تطوير خدمة العملاء جانب أساسي من جوانب رفع كفاءة الخدمة واستدامتها مشيراً إلى حرص الوزارة على تحقيق أعلى درجات رضى المستفيدين من خدمتها وشدد سعادة الوزير على الحرص المتواصل لتطوير المراكز الخدمتية وتحفيز كافة المواطنين فيها على الإبداع والتميز في تقديم الخدمة البلدية للمواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر